المهندس باسم بن يعقوب الحمر المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية تأتي في المرتبة الأولى خليجيا والرابعة عربيا في تقديم هذا التقرير وأكد وزير الإسكان الالتزام الطوعي لمملكة البحرين بالخطة الحضرية الجديدة التي تم اعتمادها في عام 2016 من أجل تقديم التقارير التي تقيس وتوثق التقدم المحرز حيث أوضح المهندس الحمر أن مملكة البحرين تقدم هذا التقرير الطوعي وهو الثاني من نوعه حيث نفذت تقريرا مسبقا في عام 2018 وبينا أن فريق العمل الحكومي يجري من خلال التقرير الحالي متابعة دورية لمراجعة الخطة الحضرية الجديدة لضمان اتساقها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لافتان لأن هذا التقرير سيتم عرضه في اجتماع عالي المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في أبريل من العام 2022 وأضاف وزير الإسكان أن الحكومة جعلت أهداف التنمية مستدامة متسقة مع أهداف ورؤى برنامج الحكومة مؤكدا على الالتزام بها وترجمة أهدافها بدقة باعتبارها فرصة مثالية للمستقبل لتوضيح موقع مملكة البحرين على المستوى الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر